تحدي الاسكريم تحدي الاسكريم تحدي الاسكريم وصل معكم على صناع الأمركاته اليوم زين الصفحة سوف نجعلكم تحدي حريقة 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 طب التحدي اليوم سيكون التحدي اليوم سيكون تحدي جدا قوي وتحدي ستوري لماذا؟ لأنه عندنا أكبر كمية من الاسكريم معدل السعرات الموجودة في هذا التحدي 15 ألف سعرة حرارية 10 لتر 8 كيلوغرام أو 7 كيلوغرام بالضبط طبعا الاسكريمات هذي كلها سنضعها هنا في الصحن بس ما أتوقع أنه الكمية هذي تكفي في هذا الصحن فأتوقع بنسويها ايش؟ تجد زي كي لا نسويها نص نص لأنه ما يمدينا نضع كلها في الصحن تمام؟ ويلا شباب قبل ما نبدأ في هذا المقطع لا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا للكومين تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين وهذا سنابي ضيفوني هناك ترى يومياتي جدا أسطورية يلا لاتس جو يا عيال يا الله شايفين؟ هذا آيس كريم المانجا لا شباب شايفين الملعق قديش يلا خلينا نكمل في البقية أنا عندها الشوكلة شايفين الشكل يا عيال الشكل أسطوري يا الله نكهة الفانيليا يا شباب قتبوا لي في الكومنت انتم إيش أكثر نكهة اسكريم تحبوها طبعا شباب بحين واحد منكم يجي أخذ النكهات هذه عشان نجيبها في نهاية الحلقة ونكمل عليها ويلا بكنا نكون جاهزنا أول صحن من الاسكريم العملاك شايفين انتم صحن كديش كبير عملاك طبعا هذا الصحن حيكون فيه صحن ثاني زي يوب بس حطينا الاسكريم في الثلاجع عشان لا يضوب ويلا تزدقوا شباب أنا ماني قادر استحمل الطعم الموجود اللي هنا يا الله شايفين ملعقة مليان اسكريم يا الله شباب طعم الاسكريم بالشوكولاتة طعمه جدا سطوري وانتم عارفين انه اكثر اسكريم ان الناس تفضلوا بنكهة الشوكولاتة ما ادري هذا المعلومة صحيحة ولا لا انتم اكتبوني في الكومنتات ايش اكثر انواع اسكريم تحبوها بس يعني شكل اسكريم الشوكولاتة هنا لا يقاومي بس أعياد يا اخي المشكلة اسكريم سرع يدور يعني لا يغتغوش في اسكريم ايه صراحة صحة نيسو صحيح ليش جزيني أنا هين اقوش انا غش مهمممممممممممممممممممممممممممممم طبعا هذا التحدي شباب اللي لا يعرف انو هذا التحدي تقريبا فيه تحتيني من رقم قياسي مو تقريبا اكيد يعني لانه ما في احد في اليوتيوب قد تسوى تحدي 15 سعر سكريم و 7 كيلو و 8 كيلو 10 لتر سكريم تخيلوا ترى الرقم جداً أسطوري يعني ما أتوقع أحد يقدر يسويه حتى لكن الله يعيني أدعو ليها ثواني ثواني ياختي شيء مفرض أحطه من بداية الحلقة خلينا ذي حين احطه طبعاً هنا عندنا M&M's مشكلين طبعاً يا ربي ما يبا يسوي فا خلينا عندنا شوكولاتة ما عرفوا اسمها مهم يلا خلينا نكمل حط باقي M&M's بصراحة يا شباب تمنيت أنيسو يكون معانا في هذا التحدي بس أنيسو للأسف عنده مسويه يعني بعد عوله ينحف يعني قبل شوية قاعد يطاهم اسكريم شباب بسوينيكم هنا تصويت هنا أو هنا بين أربع نكهات اسكريم فانيليا شوكولاتة فارولا كرامل انتم اكتبوني ونشوف احنا اكتر شيء يعني مشهور وربي شكل اسكريم من ذي الزاوية لازم لي صورة صورة أكيد تنزل في حسابي في استجرام فاللي مو ضايفين يروح يضايفين موسيقى موسيقى يقول لك افتح بقك افتح ايه بس ما يجي بياكل اسحب الملعقة الله أكبر عليك موسيقى صورة صورة هنا خلاص المصور يجب لنا سوس الكرامل انا من ارشاق سوس الكرامل ونكهت الكرامل يعني من اكثر نكهت اللي عشكها الله يقول لك فيه طرف من الكرامل والتوب ما اعرف صراحة المعرف بس ايه توقع فيه فرق دعونا نضع قطوفي واو يا الله انا قيل لهم متعبئين انا موحبة التحديات الحالية موحبة التحديات الحالية يا اخي مو قصة صعبة يا اخي مو قصة صعبة يا اخي ما عندك تتلذب تاكل شوية بعدين تتفش من الحالي بس الاكل المالح يا شباب كل مرة يزيد الطعم يصير ألد موسيقى يا اخي ما باقي تروح نجيب لي السكريم زيادة لا لا انا احب بالشكل الهارمي وروح يجيب زيادة يا اخوي انا بكمل اش شايفني انا ما باكل تحسبني يانيسو بشويش بشويش طيب خلاص هنا جبنا باقي السكريمات يا عيال الله لو انه بفلوسك ما تسوي تزيكية يا شباب خلينا نحط الباقي صراحة اسكيم المانجا انا ما باحطه بس يعني عشان تحدي بس بحطه بحين اسمع بحين مفروض فيما نشوف هذه اللحظة نشغل المقطع ذاك ما تغير ولا شي لين رجع نحط عليها كرمو موسيقى موسيقى والله يا شباب يا اخي انا اخر مرة اصور التحدي الحالي كلهم قاعدين نضحكوا عليهم وانا نقعد زيكية اتعذب يا اخي ما يصير كذي يا شباب موسيقى 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 شوف 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 اسمع اسمعني كابتل اتكلمك هنا موسيقى موسيقى نحنا وانت نحن ان اضع لالا كاملة وانا اذا اعجبتكم الفكرة اكتبوا لي في الكومنتات ل sådanعم هذه llegó سيفسكي تحذيرanton ننشأ أنت من día أنك أمريك من العبادة أنت جميلة طولي ساعتين صح؟ صح؟ طيب ليش ما جيتوا تساعدوني في الأكل؟ أعطيكم أنا فلوس ليش؟ الله معلاشها إلا أتكرر أنت والدب الثاني قل حاضر قل حاضر قل حاضر والله فلوس اليوم مافي ترى قدوش مرشق بوشقالات بي قدوش مرشقالات بي قدوش مرشقالات بي قدوش مرشقالات خمير تتعرف أن الناس كلها تخلط عنك؟ يمكنك ترى أن التحدي صعب ولا حد جاء ساعدك يوم خلصوا وأكلوا شكريم وفلوا وطلعوا وكذا ساحبوا علي أنا قاعد لحالة دي حانا أصوت أنا عارف أنكم دي حانة طفشانية فأعطيكم كم سؤال سألتوني إياها زمان قل لك في يوم قررت تسحب على القناة والله تراجعتني فترات كثيرة أبو أسحب على القناة يا أخي لأنني ترى محتوى تحديات الأكل هو صعب شوية عشان كذا عارفين؟ كمان في عندنا سؤال يقول لك إذا تزوجت هل بتتركوا القناة أم لا؟ طبعا في معلومة كثيرة أنه الناس ما تعرفها أنه أنا متزوج الحمد لله أني لي فترة لي كم شهر لا تكتب لا تكتب لا تكتب لا تكتب موسيقى لماتتب لا تكتب لا تكتب لا تكتب لا تكتب أنا أخي لا تكتب قربنا أني تتكتب محبقة ليس كذلك أقول له قمتين وكذا شباب خلصنا التحدي طبعا التحدي هذا جدا كان من أصعب التحديات في القناة تحدي جدا أسطوري يعني المكان هنا أصلا راح فيها المهم من فنات المقطع شباب اكتبوني التحديات الجاية تبوني نسويها التحدي هذا الصراح كان جدا مستعب وانتظروا التحديات الجاية إن شاء الله تكون جدا أسطورية انتم بعطوني أفكاركم لا تنسوا تضيفوني في سناب وتحطوا اللايك وتشترك في القناة ويلا شباب بسم الله شوفوا شوفوا طبعا عندي فخد من بيك وعنده فخد من كنتاكي بسم الله بسم الله طبعا فخد من كنتاكي لازم تأكلوا بالجبن ليس زي البيك لازم تأكلوا بالزوم بسمه 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 أعني سؤال من ناحية أنت تحسد كنتاكي أحسن البيك انت شك تشوف والله الشيء هذا من سابع مستحلات أن تكون كنتاكي أحسن البيك هل ممتو مكتبون أفنكي